أشهد أن لا إله إلا الله اللطيف اللطيف هو البر بعباده المحسن إلى خلقه بإيصال المنافع إليهم برفق ولطف إذا أراد اللطيف أن ينصرك أمر ما لا يكون سببا في العادة ليكون أعظم الأسباب عندما أراد اللطيف أن يخرج يوسف عليه السلام من السجن لم يدكدك جدران السجن لم يأمر ملكا أن ينزع الحياة من أجساد الظلمة لم يأذن لصاعقة من السماء أن تقتلع القفل الحديدي فقط جعل الملك يرى رؤيا في المنام تكون سببا خفيا لطيفا يستنقذ به يوسف الصديق من أصفاد الظلم إنه اللطيف سبحانه بأيسر الأمور يقدر أعظم المقادير وتتم إرادته على ما شاء وعبده غير مدرك بأن شيئا ما يحدث تنام فيحب أن تقوم تصلي بين يديه فيرسل ريحا هادئة تحرك نافذتك أو طفلا من أسرتك يمر ويحدث ضوضاء بجوار غرفتك أو حاجة شديدة في شرب شيء من الماء فتستيقظ وتنظر إلى الساعة وبعد دقائق تكون واقفا على السجادة تناجيه ولا تعلم أنه هو من أيقظك انظر لنفسك حينما تدخل الغرفة في اللحظة التي كاد طفلك أن يسقط فيها من على السرير وتساءل لماذا الآن بالذات دخلت الغرفة قل في خشوع يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف اللهم يا لطيف الطف بنا والطف لنا وقدر لنا من ألطافك الرحيمة ما تقوم به عوج نفوسنا وتهدي به ضال قلوبنا وتجمل به شعث حياتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر